اشتركوا في القناة منذ البداية اللعب الأجنبي النهاردة موفق في التسجيل وموفق في قط الفرقة معظم اللعبين في حالة جيدة مباراة دفاعية من الطراز الفريد والنادي الأهلي تفوق والنادي الأهلي بس جزيرة حد السبع بغض نتبس في الشوت استطاع أغسطي مدير الفني للنادي الأهلي نلعب عشر لعبين واللي ملعبش بس علاء زهران عمر علاء زهران وعمر الجندي الاثنين بس دوت الملعبوش لكن كان بداية كويسة بمحمود وليد ناشئ قدر يدفع به في بداية المباراة ناشئ جيد قدر المدرب يدفع به في بداية المباراة لكن المباراة لم تمتهى بعد برغم فارق الاربعتاشر نقطة بسبعتاشر نقطة للنادي الأهلي متفوق بهم نعم كابتن طاهر رأيك إيه في بطرة الأولى والتانية أنا يعني مع المخولة اللي بتقول إن أقوى تفينس هو في فينس النادي الأهلي أقوى تفاع حتى ولو الأرقام بتقول إن الجزيرة أقوى والدليل على كده فارق السبعتاشر نقطة ده والكوارتر التاني الجزيرة حاطة سبع نقطة وفي التوتل حاطة 24 نقطة ده يعني بتهيلي لأ حاطة ده أنا آسفة كابتن حاطة في الشوت التاني عشر نقاط فقط أنا آسفة لأنه 14 الأول 24 تاني أنا آسفة كابتن صلى الله عليه أنا قلت معلومة من الصح هو حاطة 10 نقاط شوت التاني عشر نقاط حاطة يعني يعني لذكر لما يبقى 17 بنت في كوارترين حاطة 24 نقطة ده دليل على إن الدفاع بتاع النادي الأهلي دفاع جيد وفي غياب واحد بردك لعيب زي عمر طارق وعمر زهران لم يشارك حتى الآن عمر زهران مشهور بردك بأنه هو أو متميز بحكاية الدفاع وذلك عمر طارق الرجل طوله تحت الحلقة ممكن يعني يقوى الديفنس بتاع النادي الأهلي أكثر من كده ومع ذلك الديفنس بتاعنا قوي يعتبر 17 نقطة ده دلالة قوية على إن وحسب رأي أنا أنه هو أقوى تفينسي في طب كابتن طاهر هجوميا هجوميا إحنا سجلنا 21 نقطة يعني بأفرج تقريبا 20 نقطة ونصف في كل فترة ده معدل تهديفي جيد ولا شاف حدا كيه أعتقد أنه هو جيد لو هو استمر على هذا يعني وما حصلش أي ضربات وممكن توصل لـ 80 نقطة و80 نقطة أعتقد أن هي في ظل الدفاع ده والمجهود المبزول في الدفاع يبقى سكور عالي بردك سكور مهوش السابقة ده دليل على إنك لما ينقص واحد عندك في قوة هجوم عمر طارق يبقى أكبر دليل إنك أنت بردك السكور بتاعك أو التهديف بتاعك زي ما قلنا في مطش الاتحاد إن إحنا حطينا 85 نقطة في مطش الاتحاد وهم حطوا 100 نقطة وغياب هدف النادي الأهلي الأول هدف بتاع النادي الأهلي هو أهاب أمين كان مش موجوز وماتش اتحاد ومع ذلك إحنا حطينا 85 وده أكبر دليل على إن السكور لما يتوزع ما بين اللعيبة كلها ده أكيد ظاهرة صحية وظاهرة إيجابية ظاهرة إيجابية أنا شاب حدك عايز تقول حاجة أنا عايز بس أقول بالنسبة للنقطة اللي كان بيتكلم فيها كابتن طاهر اللي هي الدفاع إن استطاعنا اللي إحنا خلينا نادي الجزيرة يحط 14 نقطة في الشوت الأولاني الشوت الثاني حط عشر نقاط دي كان الترك يعني أنت حطت 41 بنقطة ده معدل طبيعي ده معدل طبيعي اللي جاي جدا هو أنت خليت فرقة بحجم الجزيرة تنزل من 14 وبعدين أعتقد برضو إن المعدل الهجوم بتاعنا في اعتقاد الشخصي لازم يعني أنا مالي الهجوم بسبب عامة لازم يعلى شوية هدفت العمر لازم يعلى هدفت أنجلوس لازم تميني الهجوم لازم يعلى شوية لأن طبعا 20 نقطة 20 نقطة ونصف كل شوت معدل أعتقد جيد بس قليل برضو بص يا كابتن ما تدرش تقول قليل بس تقول فيه أحسن فيه أحسن يعني ما تدرش تقول 20 نقطة ده انت كده مية مية يعني أنت معدل أو لو مشيت كده 84 و 80 هتحط هتحط 82 82 82 نقطة وده معدل عالي موضوع عدل عالي طبعا لما بيحصل يعني ما بتبقاش الباور عندك زي أول مباراة إنما أنا كمان أحب أذكر حاجة فإحنا دلوقتي قلنا بنتيجة الإحصائيات إن أقوى تفينس هو تفينس الجزيرة نعم ومع ذلك أقوى تفينس في الدور كل ومع ذلك إحنا حطين فيه مرة 41 دليل على إن الهجوم بتاعنا قوي تنوع المهارات اللي عندنا طب كان دايما أزمتنا هي الفترة الثانية الفترة الثانية كان دايما بيحصل في الملعب ومش بنفس التركيز اللي بيبقى مطلوف في حصل في الجيم ومع ذلك كان بيحاول دايما يحافظ على سيستيمه دا شايف النهاردة المشكلة دي كانت موجودة كمتسر عوض لا ما كانتش موجودة أنا أعتقد أنه هو لقى بعشر لعيبة العشر لعيبة كان كلهم مركزين في الجيم العشر لعيبة يدروا يكونوا على مستوى واحد ومحسناش بالخروج يعني محسناش من البديل ومن الأساسي لكل اللعيبة اللي بدأ واللي نزل تغيير محسناش بأي فرق أعتقد أن فيه تناغم في الفرقة دلوقتي فيه حالة من التكيف مع المدرب ومع اللعيبة بينهم ومن بعض بالرغم الغيابات كابتن طهر رأي حددك في الشوت التاني والأزمة اللي كنا دايما بمر بها وهو انخفاض المستوى قليلا في الشوت التاني عندي تحافظ بالنسبة للشوت الأولاني والتاني عندي يعني باستمرار باستمرار وانت طبعا لعيب دولي وكبير ومع حضرت كمان الكابتن سلعوي الناس دي فهم بسكت كويس قوي إن معظم الزكور بيبقى من تحت الحلقة نعم ومع ذلك الكوارت الأولاني والتاني لو جينا الزكور اللي تحط من تحت الحلقة ممكن منزيتش عن ثمانية وط يعني البوفوتات مش جايبين سكور وزائد برضك غياب عمر طارق فيما بالك بقى لو كمان الأمور مشت بالصورة طبيعية إلى حد ما وقدرنا نجيب بسكت من تحت الحلقة اللي هم رحشورين بالتعجيب يعني الغدواتي أصدق إننا فيه سلاح قوي ما استخدمناه حتى الآن يعني سيف سمير في المباراة اللي فاتت كان تقلق في معظم الفترات في معظم بباراة ماشي أنا ماشي برضو يعني ماشي خلاص بالطريقة تجري فاست بريك وخلص الناس الجاردات التلاتة بونت يعني إلى حد ما نسبتها مش وحشة اللي يأكد كلامك كابتن طير ودي ملاحظة في محلها يعني بهني حضارك وبيهني كابتن سلقاو عليها إن الهداف عندنا النهارده مايكل تومسون نحط عشر نقاط وهو عندنا عمر الجندي عندنا عمر عزب خمسة بونت عندنا هاب أمين ستة بونت يعني يعني مودي الجارحي جاب تلاتة بونت حتبص تلاقي من تحت الحلقة لسه مشتغلتش يعني سلاحك اللي هو عندر دهوب تحت الحلقة ده هو الغد دلوقتي انت كابتن خلينا يعني برضو نظرة على فريق نادي الجزيرة أفضل المسجلين هو شعوت مصطفى محمد بشمانية بونت وبيجي بعد دوجلس حتى 4 بونت ويجي عاصم جند 4 بونت يعني الثلاث لقايبة حطين ستة وثمانية 14 نقطة من 24 تعليحة داك انه يبقى الهداف سنتر ايه الهداف سنتر مصطفى شعوت يعني هم عندهم الهداف معنى كده ان البليارز الاوسات بليارز جود ديفنس عليهم دا 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 حاجة واحنا لسه برضك قوتنا اللي هي تحت الحلقة لم تستغل حتى ما يجب يعني ان شاء الله فتاته الرابعة تستغل أستاذ حضركوا كباتن خلينا نطير لصلاة الأمير حاجة بسيطة ان المباراة لم تنتهي المباراة تمالي نادي الجزيرة بيمتاز بروع عالية جدا وبالكوارتر التالت والرابع بيبقى لهم شكل تاني فاحنا لازم برضو نبدأ بدأة جيدة بدأة قوية نفس البداية مشهورين بالبرد السل شكرا كباتنا أستاذينكم أستاذ حضرككم نتير لصلاة الأمير عبدالله الفيسل ومعلكنا كابتن وقال أبو العزم نركن لحضرككم أحداث الفترة الثالثة والرابعة مبركرة السلة الأهلي والجزيرة فإلى هناك